اشتركوا في القناة التي كان آخرها ما تحقق اليوم للمملكة من ميدالية ذهبية في منافسات المصارعة وزن سبعة وتسعين كيلو جراما وأكد صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء أن الإنجازات الرياضية المشرفة التي يتوالى تحقيقها في العهد الزاهري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هي تجسيد لما يليه جلالته من اهتمام ودعم مستمر للرياضة البحرينية بما يسهم في تعزيز ريادة مملكة البحرين في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية معربا سموه عن اعتزازه بنجاحات فريق البحرين المحصودة بهم عالية وعزائم جازمة وطموحات لا حدود لها رفعت اسم البحرين عاليا مشيدا سموه بالدور البارز لسمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة في الدفع بالقطاع الرياضي نحو مستويات متقدمة وما يوالي بذله من جهود طيبة تسهم في تحقيق النماء والرفع لمملكة البحرين وأعرب سموه عن خالص تهنيه لكل من حرص على متابعة وتشجيع فريق البحرين بالدورة من المملكة ومن الدول العربية الشقيقة من أجل تحقيق هذه النتائج المتميزة التي تمثل إسهام هام في رفع حصيلة الإنجازات العربية على مستوى الدورات الأولمبية والبطولات الدولية